اشتبك أنصار الرئيس البيروبي المخلوق بيدرو كاستيلو مع شرطة مكافحة الشغب أمام مركز الشرطة بعد التصويت على عزله وتصعدت التوترات عندما تدخلت شرطة مكافحة الشغب لفضي الاحتجاجات على إقالة الرئيس وعلنت النيابة العامة في البيرو أن الرئيس المعزول والموقوف متهم بالتمرد على قوانين البلد أنتجت دار سك العملات الكندية عملة مادنية بقيمة دولارين كنديين ذات حلقة سوداء لأحياء ذكرى الملكة إليزابيث وقالت أنه سيكون هناك ما يقرب من خمسة ملايين قطعة نقدية من هذا القبيل ستبدأ في الظهور بالتدريج مع قيام البنوك بإعادة تخزين مخزوناتها من العملات كما سيتم تداولها لأول مرة في وقت لاحق من شهر ديسمبر شارك الفنان العالمي إلتون جون هذا العام متاجر نيويورك الفاخرة في الاحتفال بموسم العياد حيث تتنافس المتاجر لإظهار الإبداع في تزيينها من الخارج وتعد مدينة نيويورك وجهة العائلات المفضلة في موسم العطلات لما تقدمه من خصومات وجو مليء بالفرح والدهشة والخيال تترقب بريطانيا اعتباراً من اليوم المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حدث يتوقع أنه قد يتسبب في أزمة مع العائلة المالكة البريطانية وأوضح كاتب سيرة هاري وميغان أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهها ترجمة نانسي قنقر